موسيقى إلى الحقل الفني في الإمارة الباسمة حيث ستحى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة العالمي معض جناح الشارقة للفنان البريطاني جوش هايود صباح اليوم الخميس بفضاء مسرح المجاز في الشارقة وذلك بحضور مدراء الدوائر الحكومية وضيوف المهرجان من الفنانين من مختلف الدول العربية والأجنبية وعدد من الإعلاميين معرض جوش هايود يمثل نافذة فنية لافتة إذ يجسد هذا العمل الفني مزجا من التصميم الإسلامي التقليدي والحديث على حد سواء هذا ويعبر المعرض عن ثمة بنيان لمهرجان الفنون الإسلامية بدورته التاسعة عشرة والتي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرات الثقافة والإعلام بجانب معارض فنية أخرى في أماكن متعددة من الشارقة من جانبه أشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي إلى تعاونهم مع دائرات الثقافة والإعلام من أجل إبراز الجوانب الفنية والثقافية في الإمارة الباسمة مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم عمل بهذه الضخامة على جزيرة مسرح المجازة وهو أكبر عرض فني ضمن مهرجان الفنون الإسلامية والذي نفخر بالمشاركة فيها ونتمنى أن نرى مزيدا من الأعمال خلال السنوات المقبلة ونبقى في الفنون فضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة افتتح سعرة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة مساء أمس ثلاثة معارض فنية ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الفنون الإسلامية بنيان وذلك في جزيرة النور وواجهة المجاز المائية بالشارقة ثلاثة معارض فنية تم إطلاقها في إطار مهرجان الفنون الإسلامية بدورته التاسعة عشرة والذي يحمل عنوان بنيان ليكون مكملا لسلسلة المعارض الفنية التي افتتحت صباح يوم أمس في متحف الفنون بالشارقة والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أنا سعيدة لمشاركتي في مهرجان الفنون الإسلامية ومشروعي تشبك مستهتث من العمارة الإسلامية وهي عبارة عن مجسم حاولت أن أجسد فيه بعضا من الفنون والتراث المستخدم في التراث الإسلامي حملت المعارض الفنية الثلاثة تشكيلة فنية تحمل في تصاميمها طابع يبرز الفن الإسلامي بأنامل غربية وضعوا فيها لمساتهم بطريقة يرون فيها هذا الفن المعارض هي تشابك بجزيرة النور ومعرض قناطر لولبية ومعرض المقدس في واجهة المجاز المائية تلك هي المرة الأولى التي أحضر فيها المهرجان ولقد عجبت من المباني والتراث الإسلامي الذي يطفي جمالا على طراز المعماري بالشارقة خاصة المساجد والزائر إلى إمارة الشارقة يلاحظ المزج بين الحداثة والتاريخ ويأتي اختيار جزيرة النور وواجهة المجاز المائية لاحتضان هذه المعارض لتميزها بإطلالة ساحرة وبمساحات كبيرة تتناسب مع حجم هذه الأعمال لتكون متاحة لجميع الزوار إذن العديد من الأعمال الفنية والتشكيلية التي تم إطلاقها ضمن مهرجان الفنون الإسلامية لأخبار الدار وليد عارف